وجهت وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء حيث أشارت الاستغاثة إلى سوء الحالة المعيشية والصحية وحالة المسكن لمواطنة موسنة تقيم بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية وتبلغ من العمر مئة عام في هذا الإطار تم تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشقية ببحث ودراسة الاستغاثة وتبين أن المواطنة تقيم مع ابن شقيقها بعد وفاة شقيقها وليس لديها مستندات ثبوتية ونظرا لسوء الحالة المعيشية للمواطنة فقد تقرر الصرف مساعدة مالية عادلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمدرية أتضامن الاجتماعي بالشقية بمبلغ قدره 500 جنيه لمدة عام وذلك لحين الانتهاء من إجراءات استخراج المستندات الثبوتية للمواطنة لإدراجها ضمن مساعدة قرمة